اهلا بكم عزيزي المشاهدين وتكملة لحلقة اليوم النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها درهم وقاية وفي الفقرة التالتة هنتكلم عن الغذاء هو الوقاية الغذاء الامن هو كل الوقاية الفقرة دي هنتكلم على جزء جراحي وهو العلاج التحفظي الجراح الناجح دايما يبحث للمريض على الشفاء وليس على المشرت بنسمع حاجات كتير وانا يعني مش هتكلم على حد ومش هاقصد حد بعينه بعينه ولكن هقول ان العلم والطب مفيش فقرة في كتب الجراحة الا ويبدأ فيها بكلمة conservative treatment او العلاج التحفظي عمر مكان المشرت لا درهم وقاية مش ده مش الغذاء الامن للفقرة اللي جاي درهم وقاية الفقرة اللي قبل دي درهم وقاية خيرون من قدر علاج مش الغذاء الامن مش للصورة دي هنتكلم عن العلاج التحفظي والعلاج التحفظي معناه ان ازاي ابدأ مع المريض بطريقة آمنة بدون التدخل الجراحي هتديكم مثال لعلاج السمنة كان كل الناس دلوقتي اول ما يحس بمشكلة في السمنة واحنا عارفين كلنا مشاكل السمنة وقاية ايه القاعدة في البيوت وخصوصا في الاربع شهور اللي فاتوا دول سببت مشاكل كتيرة جدا في موضوع السمنة السمنة سببت مشاكل وبتسبب مشاكل وبتسبب مشاكل في جسم الانسان كله بتسبب مشاكل في القلب والاوعية الدموية بتسبب مشاكل في حمل على الفقرات بتسبب مشاكل في حمل على العضلات على المفاصل بتعمل خشونة في المفاصل بتعجز الإنسان بدر اللي بيحصل إيه أن لازم الإنسان يكمل حياته بطريقة صحيحة إزاي أكمل حياته بطريقة صحيحة لازم أبعد عن مسببات السمنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم معاء شرا من بطن فإن كان ولابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه المعدة زي ما أنتوا شايفين في الصورة عبارة عن عضو على هيئة يعني وعاء هو وعاء أخوات زي ما احنا شايفين وعاء هذا الوعاء زي ما احنا شايفين في حاجة غريبة جد وهي ايه وهي خاصية التمدد بمعنى أن المعدة دي وهي فضي خالص الحجم بتاعها بيكون نصف المكونات اللي فيها يعني بتكون نصف مكونات هذا الكوب زي ما احنا شايفين الكوب ده فيه حوالي 200 ملي المعدة بتاعت الأدلت بيرسون اللي هو الشخص الشخص البالغ اللي عنده مثلاً 20 سنة لغاية أكتر لو المعدة بتاعته في وضعها طبيعي من غير ما تنتفخ تسع نص الكوباية دي طيب ايه اللي بيحصل لما الإنسان بيجوع بيحصل حاجة غريبة جداً وهي أن المعدة لأنها كائن عضلي كلها عضلات زي لو انت شفتوا في الصورة هتلاقوا الإطار بتاعها كله عضلات العضلات اللي في الأطراف دي كلها بتعصر الأكل علشان تهدموا طيب وإحنا بناكل أثناء الأكل نفسه مش هينفع تكون في وضع ضاغط وإلى الأكل هينزل هيدغط هيبقى فيه تضاد فسبحان الله ساعد أثناء الأكل ربنا بيجهزها وكلنا خدنا الكلام ده في ستة ابتدائي يعني كل اللي راح ستة ابتدائي عارف إن المعدة بيحصل لها ارتخاء أثناء الأكل وتقفل الفتحة البواب وتفتح فتحة الفؤات اللي هو اللي عند المريق بتتفتح اللي اللي فوق خالص دي وتتقفل اللي هو اللي تحت الفتحة اللي تحت بمعنى إن بيحجز الأكل علشان يدخل بدون ما يكون فيه مقاومة وإلا لو فيه ضغط الإنسان عفوا هيتقيق مش هيقدر يعني الأكل هيدخل وفيه ضغط عليه الضغط ده هيترد الأكل لبرة فإيه اللي بيحصل إن أثناء الأكل المعدة تكون في حالة استرخاء ده ده شيء أساسي طيب بما أنها في حالة استرخاء إمتى الإنسان هيشعر بالامتلاء يشعر الإنسان بالامتلاء بعد ما يبطل أكل أو إنه يملهع على الآخر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عشان أقول لكم بقى اللي هو العلاج التحفوزي اللي هو موضوع الحلقة بتاعت النهاردة معني أنا جرحه المفروض إن أنا أقول كله يروح ويعمل آآ تكميم للمعدة وآآ لا إحنا لازم نعرف الإنسان الطريق المريض بتاعنا الطريقة الآمنة الصح دي رسالتنا كأطباء نعرف الإنسان إزاي يحافظ على وزنه صح إزاي بالطريقة نهين لو فهمنا المسببات بتاعت السمنة هنعرف إزاي نتلشاه بمنتها البساطة إن المعدة دي بتكون في حالة استرخاء أثناء الأكل ومعنى إنها في استرخاء لو أنا حطيت فيها أكل هي مسترخية مش حسة بال مش هتحس بالشابع مباشرة عشان كده الطريقة المثلة للأكل إن الواحد يأكل باطمئنان ويأكل بهدوء ويمضغ جيدا عشان يدي فرصة للمعدة إنها تشعر بالامتلاء شوية بشوية يبقى أخذنا الثلث للطعاب لما الإنسان يشرب الثلث لشرابه هيحس ببعض الامتلاء لو توقف الإنسان عند التلت والتلتين هيسيب فرصة لنفسه يقدر ياخد نفسه بطمئنينة لو الإنسان لم يأكل حتى يجوع وإذا أكل لم يشبع لن يكون هناك هناك إنسان أو إنسانة سمين سهلة؟ موضوع سهل جدا طيب حصلت السمنة معنى إنها حصلت السمنة إن المعدة كبرت عن حجمها وزي ما قلتلكم هي بيبقى في وضعها الطبيعي نصف هذا الكوب نصف الكوب ده في وضعها في هذا الكوب طيب لما تمتلق أو يعني المفروض أنها تمتلق تمتلق خمس مرات حجم هذا الكوب يعني بتزيد عشر أضعاف حجمها المكونات اللي فيها تقدر تستوعب عشر أضعاف طيب إذا أنا زودت الأكل كلت كتير إيه اللي بيحصل؟ المعدة بتتمدد معنى إنها تمددت زادت عن حجمها فبدل ما تاخد خمس كبيات من دي هتاخد ستة وتاخد سبعة وتمانية وعشرة وعشرين هتكبر طيب أعمل إيه؟ أول حاجة أقدر أعملها إني أتوقف عن الأكل في نصف الطعام لو قدرت يبقى عندي عزيمة وأتوقف عن الأكل في نصف الطعام المعدة هتضغط اللي موجود وهحس بالشبع بس بعد عشر دقائق يعني هم العشر دقائق دول العشر دقائق يعتبروا العشر دقائق اللي بيسموهم كروشيال اللي هم يعني محوريين في موضوع الإحساس بالأكل أو مش بالأكل وكلنا جربنا الحكاية دي لما كنت بدأت أكل ولسه ما كملتش غير حاجة بسيطة جدا وقمت سبت الأكل لسبب أو آخر جالك تليفون أو حد جاي خبط عليك لو أنت خرجت وسبت الأكل وانت في نصف الأكل وعدت خمس دقائق أو عشر دقائق تتكلم بالتليفون أو بتعمل أي حاجة تانية مش هتحس بالجوع تاني فاحنا نستغل لهذه الفرصة نعلم نفسنا إزاي نعمل امتناع عن الأكل عند النص لو عملت الحكاية دي هتبدأ المعدة تنضغط وهتضغط على الأكل الموجود فبدل ما كانت بتسع عشرين كوب من ده هترجع تاني تسع خمسة بس بالتدريج لأنها كائن عضلي هي وعاء عضلي فلما تضغط هتقل حجمها شايفين شايفين إيدي بتعمل إزاي هتضغط على الأكل الموجود تبدأ تضغط بدل ما كانت بتنتفخ هتضغط على الأكل الموجود وده اللي بيسموه physiological reduction يعني ايه يعني الطريقة الفيسيولوجية لتخفيف أو تصغير حجم المعدة بدون ما قطع بالمشرة وقطع في جسم البناء آدم وكلنا عارفين إن قد ايه الموضوع ده صعب جدا إنك تقطع جزء من جسم البناء آدم في مضار كثيرة جدا جدا من وراء الكلام ده إمتى نلجأ لهذا الموضوع عنده فشل كل محاولات الطرق للرجيم وعمل للرجيم دي أبسط وأسرع وأنجع وسيلة للتخسيس إنك تيجي عندي نص الأكل وتوقف وتسيب الأكل وتطلع ومتحطش أكل قدامك طول ما قدامك أكل هتياكل كتير وهتسمن أكتر وتسبب لك مشاكل تانية دي نصيحة ذهبية لمن يريد أن يجعل التخسيس ليستعيد صحة المرة أخرى في كلام كتير جدا عن الموضوع ده إن شاء الله هل كبعتين ولكن النصيحة الذهبية المعدة كائن وعاء الوعاء ده بيضغط يعني يقدر أسغره تاني يعني أنا كبني آدم أقدر أسغر الأمعاء تاني المعدة تاني ولما أقدر أسغرها هتمتلق بالكمية الأليلة معنى كده إن أنا هبدأ بنشاط رياضي أخفف وزني وأرجع صحيح البدن كما كنت زي ما قلت لكم درها موقاية وببلاش ودي نصيحة ذهبية أتمنى إن شاء الله كلك تستفيدوا منها درها موقاية خيرون ممكن تطور علاج وخصوصا إن العلاج لو البي ام اي وصل لغاية أربعين اللي هو المعدة الكتلة بتاعة البناء ده موصل لأربعين يبقى كده لازم عملية جرحية في الحالة دي لا هتروح للجراحة هتروح للجراحة خلاص بقى أصبحت حاجة اسمها مربد أوبيزتي ومرض لابد له من التخلص من الوزن وفي الحالة دي هتروح للجراحة أنا أتمنى منكم جميعا إنكم تلتزموا بالنصيحة دي وإن شاء الله تكون علاج لكم انتظرونا بعد الفاصل والفقرة الثالثة وهي عن الغذاء الآمن خير من قنطار علاج انتظرونا